لغرس مفهوم الهوية الجامعة لا بد من تصحيح المفاهيم وتخليصها من شوائب الأفكار الطارئة حول هذا الوصف تحدث الباحثون في ندوة عقدها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية بعنوان روح الأمة والعلاقة بين قضاياها الكبرى تأتي هذه الندوة في وقت مهم وخطير للغاية في واقع وتاريخ الأمة المعاصر لتعدد المشكلات التي تعانيها الشعوب هذه الأمة بمختلف الأقطار الباحث في الندوة معاذ البدري أشار إلى أن تجزيء قضايا الأمة يغذي حالة التشضي والانقسام في جسدها لا توجد في الأمة قضايا كبرى وقضايا صغرها بل إن قضايا الأمة كلها كبرى لأن الأمة هي جسد واحد لا تتجزأ ولا تتفرق باختلاف مواطن شعوبها جغرافيا أو فكريا أو سياسيا تصحيح المفاهيم القطرية من خلال تخليصها مما يتعارض مع روح الأمة مسألة تناولها الباحث مضار أبو الهيجة فرق كبير بين أعمال قطرية تنسجم مع الأمة في ثقافتها في واقعها في آمالها في أهدافها في التهديدات الواقعة عليها تنسجم معها في كل هذا وأعمال قطرية تتناقض مع الأمة في هذا التقارب مع النظام الإيراني والعمل تحت مظلته تحت مسمى ضرورة المرحلة يعد من أكبر المخاطر على قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين كما ذكر الباحث مطيع البطين عندما تنحاز إلى مشروع الولي الفقيه الذي يعاد الأمة يعاد أهل العراق ويعاد أهل سوريا وأهل صنعاء وأهل يمن كل شعور وله مشروع يريد أن يمرره من خلال دعائه المقاومة من خلال دعائه دعام القضية الفلسطينية كل الناس باتوا يقرؤون هذا الأمر ولذلك هذا الطرح جاء أن هذا الخلال يستهدف الأمة وروح الأمة تقتضي غير ذلك تقتضي أن لا يشق الصف بلا هوية جامعة لا يمكن لهذه الأمة تجاوز أزماتها والتخلص من حالة الضياع والتخبط اشتركوا في القناة